اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فإنك حينئذ يجب عليك حقوق كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظمها محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد بعد محبة الله سبحانه وتعالى ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقلف في النار وفي الحديث الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء أو من كل أحد إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى يكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي قال الآن يا عمر فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم ومن مقتضى شهادة أنه رسول الله وهذه المحبة تقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان أما من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يتبعه أو أنه أو أنه يبتدع البدع ويظن أنه يحب الرسول وهو يبتدع البدع فهذا كالب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم كالذين يدعون أنهم يحبونه ويحيون الموالد هذه الموالد بدعة الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى من مقتل محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة اتباعه تقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان بعد محبة الله وتقديم قول الله سبحانه وتعالى فهذا هو الدلالة الصادقة على محبته صلى الله عليه وسلم كذلك مما اقتل محبته اتباعه وعدم معصيته كما قال الشاعر إن المحبة لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبة لمن يحب مطيع فلازم أن الإنسان يتقيد بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه وأكثر الأمة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام ولذلك ولذلك جاهدوا معه وبعده وبذلوا دماءهم وأموالهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا عظمونه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنوا به وعزروه يعني وقروه ونصروه نصروا دينه واتبعوا النور الذي أنزل معه فالذي يدعي أنه يحب الرسول ولكنه لا يتبع النور الذي أنزل معه أو كاذب في محبته صلى الله عليه وسلم نعم جزاكم الله عنه وعن المسلمين خير الجزاء